مهمة جديدة للحوثيين عابرة للحدود هذه المرة باتجاه الصومال وفقا لرصد أجهزة المخابرات الأمريكية فإن حبلا سريا جديدا يربط الحوثيين بجماعة الشباب الصومالية والهدف المشترك بين الجماعتين الحالي هو العداء لواشنطن وبحسب شبكة CNN فإن ميليشيا الحوثي وفرت أسلحة لجماعة الشباب الصومالية المسلحة مقابل مصالح مالية إذ نقلت الشبكة عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن القدرة على بيع بعض الأسلحة من شأنه أن يجلب للحوثيين دخلا هم في أمس الحاجة إليه وفي وقت لا يزال فيه المسؤولون يبحثون عن أدلة حول الأمر يصف هؤلاء المسؤولون الأمر بالتطور المثير للقلق والذي يهدد بمزيدا من زعزعة الاستقرار في المنطقة الشبكة الأمريكية قالت إن واشنطن حذرت دول المنطقة من هذا التعاون المحتمل وهو ما أحدث ردود فعلا متبادلة مع دول أفريقية سعت للحصول على مزيد من المعلومات وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن هذه العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب قد تجعل الأمور أسوأ في الصومال وخليج عدن حيث أن حركة الشباب تسعى منذ سنوات للحصول على مصدر جديد للأسلحة لضرب أهداف أمريكية والإشارة هنا للطائرات المسيرة المخابرات الأمريكية قالت إنها رصدت لسنوات بعض التهريب الروتيني للأسلحة الصغيرة والمواد التجارية بين مجموعات مختلفة في اليمن والصومال لكن صفقة الأسلحة بين حركة الشباب والحوثيين ستكون شيئا جديدا وخطيرا مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال إن أي شكل من أشكال التعاون العسكري بين الحوثيين وحركة الشباب يمكن أن يقوض هدنة الأطراف في اليمن ويتعارض بالتأكيد مع روح خارطة الطريق الأممية لتحقيق السلام في اليمن أحد الأسئلة الرئيسية طبعا التي أثارتها إجهزة الاستخبارات الأمريكية هو مدى تورط إيران في الاتفاق وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل مباشر حتى الآن لكن الولايات المتحدة ما زالت تبحث إلا أن نمط الجهود الإيرانية لتوسيع الجبهة ضد الولايات المتحدة والغرب يتناسب مع افتراض قيامها بتوفير الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر للجماعات الوكيلات ترجمة نانسي قنقر